بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعد وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تغع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وغل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشار فيأوس قنوت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد غراء مسته ليقولن هذا لي وما أغن الصاعد قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرغ ونآ بجانبه وإذا مسه الشار فذو دعاء عريغ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفوتم به من أغل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِمْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَدٍ مِّلْ لِقَائِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ سورة الشورا مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ترہ پن آیتیں اور پانچ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزیز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفتون من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيغٌ عَلِيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلِيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَابِجًا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَابَ مَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمِعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وسينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا قلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لطغي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحقة عند ربهم وعليهم غغبوا ولوم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي غلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القفج العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى ظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روغات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفغل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فغله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بست الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الوليج الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجمال في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيغلل رواكد على غاره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتبكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا اسقلاد وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم يعتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأسلح فأجره على الله إنه لا يحب الغالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يغلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن سقبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يغلل الله فما له من ولي من بعده وترى الغالمين لما رأبوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرغون عليها خاشعين من الذل ينغرون من طرف خفيج وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرغوا فما أوصلناك عليهم حفيغا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السمابات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزفجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سورة الزخرف سورة الزخرف مكة میں نازل ہوئی اور اس میں نواسی آیتیں اور سات رکو ہیں بسم الله الرحمن الرحیم حامیم وَالْكِتَابِ مِنْ نَبِيْ جِنْ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَتُشًا وَمَغَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَابَاتِ بَالْأَرْغِ لَيَقُولُونَ وَاللَّذِي خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْغَ مَهْدًا وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعْلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَنْشَوْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنَعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَبُوا عَلَى غُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلِيهِ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لو مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما غرب للرحمن مثلا غل وجهه مصفدا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مهتدون وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مقدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانغر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبرايم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا بي كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقنا من فغة ومعارج عليها يغهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيغ له شيطانا فوله قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ غلمتم أنكم في العذاب مشتدكون أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي ومن كان في غلال مبين فإما نذهبنك بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي بعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أوصلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أوصلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يغحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصرم هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما غرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما غربوا لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعد فلا تمترن بها واتبعون هذا سراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبجنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبجن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله فأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين غلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغطة وهم لا يشعرون الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدف إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ومن غلمناهم ولكن كانوهم غالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجباهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن بلد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاسفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون سورة الدخان سورة الدخان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں انسٹھ آیتیں اور تین رکو ہیں بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والكتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنین لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأفضلین بل هم في شق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بذخان مبین يوش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من غرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصقرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سماء الجحيم ثم سقبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وبقاهم عذاب الجحيم فغلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سورة الجاسية سورة الجاسية مكة میں نازل ہوئی اور اس میں سیتس آیتیں اور چار رکوع ہیں بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزل الكتاب من الله العزیز الحكیم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحیابه الأرض فأحیابه الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأی حديث بعد الله بآیاته يؤمنون ويل لكل أفاك أثیم يسمع آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولیاء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجس أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يخضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله وليج المتقين هذا بصائر للناس فهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اشترحوا السجئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فهم لا يغلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هباه وأغله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدقلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تطلى عليكم فاستكبغتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن بعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن غن إلا غن وما نحن بمستيقنين وببالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأباكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله وزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم